ايزاك شباب معكم حلقة جديدة مع عيسة يوبي جيمي جناشب حقول لكم على خمس نصائح او خمس اسرار ازاي تفتحوا قناة نجحة على اليوتيوب يا سلم سلم انا كده حعرف بقى السر وافتح قناة ونافس ابو الاسئيس ايه صوت النوتي ده انا عارفه حافظك اه يا سوسا سيري معاك بعدين يا نوتي انا لما نخلص بعد كده انا بقى نشوف الاولى النوتي اللي هي عدينا المهمة شباب قبل ما نبتدي في اخر الفيديو ده فيه حتة مفاجأة جايبها لكم اكتبوا لي توقعاتكم في التعليقات ايه هي المفاجأة دي انا مش اقول لكم عليها فالمهمة خيانة ده وقت في الحاجة الاساسية عندنا نمرة واحد ايه هي الحاجات اللي ازاي نفتح قناة نجحة على اليوتيوب الخمس حاجات نمرة واحد عندنا اعمل الحاجة اللي انت بتحبها مش مجرد ان انت داخل عشان الفلوس وحركات وكده لان انت لو دخلت عشان الفلوس مش هتكمل لو انت الحاجة اللي انت بتحبها هتديها على قد ما تقدر وبالتالي هتقدر تستمر وبعاكات لان نجاحات هتيجي بالتدريج يبقى دي نمرة واحد دي الاساس احنا الحاجة نكون مقتنعين بيها وبنحبها نمرة اتنين اسلوبك وطريقتك هو ده اللي هيميزك وهيخليك مختلف عن اي حد لان ده اللي بيفرقك من صانع محتوى لصانع محتوى وبعد كده لما اجي عدي المرحلة التانية اي 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 او الحمدلله اخيرا عديت وبعد كده هنروح للمكان ده طبعا بقى اسلوبك وطريقتك هو اللي هيخلي المتابع يتفرج عليك وفي نفس الوقت يدعمك باللايك هيتكب لك تعليقات حماسية ويشجعك اللي انت تستمر بس اسلوب النوم ده هتلاقي بقى المتابع هيخلع ولا هيشترك ولا هيعمل لايك فاللي ما عملش لايك يعمل لاكشن دي نبوسة ونمرة ثلاثة مش هيتكون فيه تفاعل يعني اعتلي بقى الراجل نام منك وخلاص كل سنة وانت طيب نمرة ثلاثة عندنا بعد كده الصبر والالتزام لازم تكون صبور 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 هو ده سر النجاح لازم يكون عندك صبر وتستحمل لان بعد كده حيبقى فيه حوارات وكده فانت لازم بقى تكون قدام وبعد كده الالتزام اللي انت لازم تنزل بشكل يومي لو تقدر لو ما بتقدرش خليها مثلا كل يومين عشان برضو اللي بيتفرج عليك ما تنساش اللي فيه صناعة محتوى تانيين كتير فمش انت الوحيد فانت لو ما استمرتش وما نزلتش كل يوم يعني هيبقى اللي انت فرصة نجاحك هتبقى ضعيفة بس تنزل كل يوم وتعمل اللي عليك هبقى فرصة نجاحك اكبر وبالتالي هتقدر توصل بسرعة لان زي ما قلتلكم فيه صناعة محتوى كتير جدا فبالتالي المنافسة قوية جدا بس انا متأكد بعد الخمس نصايح ده باذن الله تبقى مية مية لان كل واحد اسلوبه مختلف عن التالي بس فكرة اللي انت تطلع الاسلوب الصح والصبر والتزام كده هتزبط معاك نمر اربعة بقى هتكون عندنا الافكار الجديدة يعني نازم مثلا كل يومين تلاتة تجيبلك فكرة جديدة طب انا يا ابو الاساس ما عنديش افكار انا مثلا مش عارف اجيب افكار منين مثلا حاولت تتكلم مع اصحابك حاولت تتكلم مع قريبك حاولت تتكلم مع المتابعين يكتبولك في التعاليات يعني انتم بصراحة تكتبولي في التعاليات حاجات زي العسل سواء كانت مثلا العاب افكار جديدة وبرضه ما تقلقش ان انت ممكن الفكرة ما تنجحش جرب انا عن نفس جربت انا مثلا قناة جيمينج قناة العاب كده بتقول لكم في التعاليات ايه رأيكم مثلا لو نطبخ وكده قلتولي ايش طبق الاساس انت اعملت طبخ ومبالك يا تعمل روحت اعمل الطبخ لقيت والله الفيديو طلعت لين ده انا تخضيت قلت ايه يا عم اونا طبقه ومعرفش انا انه يقعدني في الجيمينج اخش يا عم اعمل بقى طبخ كده اعمل لكم شوية اكله واغذيكم بقى كده فلو حابين بقى طبخ لكم من المرة كده يعني اكتبوا لي في التعاليات كده ازبط لكم كده شوية اكلات محترفة كده ونعمل اكل مية مية با احنا كده خلصنا النقطة الرابعة عليها الافكار الجديدة نيجي بقى الرقم خمسة ودي اللي مهمة جدا انا دلوقتي يا ابو الاسئيس عملت الفيديو وزبطت كل حاجة وافتاقه والفيديو مش مش جاي مشاهدات او مش عارف او كده انت لازم في الاول تصبر يعني اعطي تقريبا حوالي اربع سنين لحد ما وصلت لنا فيه ده فانت مش اول مرة او ما تنزل الفيديو يضرب بقى ويسمع ممكن يضرب معاك في الحالات بقى اللي جاي اللي انت ممكن تهتم بحاجة اسمها الكلامات الدلالية تهتم بالصورة المصغرة اه تهتم مثلا بالمنتاج والحاجات دي الحاجات دي كلها تجبها مين او تعرفها ازاي او سواء كانت المعدات، المنتاج، البرامج الحيجات دي كلها عندك حاجتين عندك جوجل بحث جوجل وعندك اليووتيوب ابحث واشوف الحاجة المناسبة ليك لانها ممكن اكون باستخدم برنامجي حلو بالنسبات لي بس مش حلو بالنسبات لي فانت تشوف البرنامج المناسب ليك والمعدات المناسبة ليك واختار الحاجة الصح لان كل مرحلة بيبقى لايها مثلا معدات محتاجها 일본 فانت مش لسه في المرحلة الاولانية وهتروح تشتري لي مثلا كمبيوتر بمبلغ وقدره او كده ممكن بكاميرا التليفون باي حاجة متوفرة معك او معدات المهم في الاخر خالص اللي انت تطلع حاجة بجودك وايسا على قد مقدورتك وبدايتك انا زي ما بقولك هي دي اللي تبدأ تشتغل بيها ومتقلقش من اسلوبك وطريقتك في البداية لان انت رسا بتتعلم ومش متعود بقى على حوار انت تسجل فيديوهات وكده زي ما انا كنت بعمل يعني كنت في الاول مش مصدق كنت اجا سجل الفيديو واذاكم يا شباب والنهار ده الحمد لله يعني تعودت الواحد بقى اخد على الكاميرا وبعد كده واحدة واحدة بدأ يتكلم وناخد ندي في الكلام يعني ومع وتاعي بس كده اي دي اللي حصل فانا اعاعدك لو انت عملت الخمس حاجات دولة ان شاء الله تبقى قناتك من انجح القنوات بس ما تنساش اي حاجة منهم والاهم من كل ده اوعى تاخد محتوى ومش بتاعك يعني ما تاخدش فيديو من محد تاني وتقول اصلا انا بحطه عندي وبعد كده ما عنديش تفاعل ومش عارف ايه ومدرك ايه او اخد اغناه من حد مثلا تاني او مش عارف او حاجة تكون مش بتاعت انا او بيكون مثلا العمل الحاجة دي مش اعطيك زي تصريح اللي انت تستخدم الحاجة دي او مثلا مش اعطيك زي ازني فانت ازاي تاخد حاجة مش بتاعتك بعد كده الحاجات دي حتضرك قدامه حتضر قناتك فاحصلك تعمل حاجة خاصة بك انت ولو هتاخد حاجة من حد ياما تكون مستأذن منه ياما تكون مثلا مكتوب عليها حقوق النشر والطبع ببلاش يعني تاخدها ومش هيجب لك حقوق ولا طبع ولا نشر فانت كده يمعلم في السليم وتعالوا بقى يا شباب اوريكم الهدية اللي لسه قاعد لغاية دلوقتي احب اشكرك جدا انت بجد الصديق الصدوق المتابع الوافي اديك احلى بوسة لو اقول اساس هوريكم بقى الهدية اللي جاتلي انا بصراحة فوجعت اللي هي جات بسرعة سريعة سريعة قبل ما اورها لكم كتبتولي توقعاتكم ايه هي الهدية ولا لسه في البداية ما تقوليش ما انا شفت الحطة الاخرانية اه ان شاء الله سوصل انا عارفك انا اللي معمرتش لايك ده استنى استنى اروح اجبها لكم بسرعة وايه ان 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 ايوه الله ديا يا شباب قاعدل نفتاحها مع بعضينا ونشوفها انا لسه ولا هما فتحتها ولا شفتها اساسا متبرشمة خالص زي ما انتوا شايفين فهنفتاحها سواء ونشوف بقى حاجات الجاملة جبتلها من قص مخصوص صواني اه تعال عم الماس قلينا نرفعها ايوه انا زبط يا ابو الاساس جايز نقصها بتاع دي جامدة بس أحد حاجة اللي هم أمنينها واللي إنا عجبني الدرع يا شباب وصل تقريبا في أسبوع الدرع الأولاني هو الدرع الفضي وصل في ثلاث شهور ودفعت عليه جمالك بس ده ما دفعتش عليه جمالك ووصل لي تقريبا في أسبوع أو ألفة بصراحة حاجة ممتازة ومية مية السلام أحلى هدية دي ولا إيه والله يمزبطننا شكرا يوتيوب حبيب قلبي وشكرا ليكم يا شباب والله دولة ربنا صم أهلي صم أنتم ما كناش ساعتها شايفين الدرع ده خلينا نفتحه من هنا عشان متقفل تقفلها سيخنونة ده شكل ما فيش حد يفتحه خالص حاجة غريبة والله استنى استنى بالأزيز كايز أيوه انا حزز بس ما أولكش لسه 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 سفنجة سفنجة يا جدعان أحلى سفنجة دي ولا إيه لا بس العلبة فخمة وكبيرة انتم شايفين كده صاح نشيل بقى السفنجة السفنجة دي أيوه جلنا أول ما فتحنا ورقة ايه ده ها بقول لي ألف مبروك يا بول أسئيس استنى يا السلام وقال لي لو في أي حاجة أو في مشكلة نبدأ ممكن نزبطها لك لو الحاجة بايزة ماشا يا عام شكرا لك مدعنا والله هو ده بقى اللي مكتوب من أخوه نقرك شكرا لك يا معلم مية مية كده نحن بقى نشوف بقى الحاجة بتاعتنا يا السلام جاي اللي نخطاب كامل يا شباب واه استنى يا عام نقرأ بقى كل ده بص حدوتة جاء لقى بكتير يبين شمال بقول لي انت أكبر من فانكوفر انت أكبر من فينس انت أكبر من لاس فيجاس اللي في أمريكا يانهار عشان وصلنا المليون يلا بقى بإذننا نوصل للمية نبقى كده عدد سكان مصر والله الكلام كبير وجامل يا شكرا يقول لي انت ما كنتش متوقع مثلا اللي توصل لك الهريا دي بعد فترة او ممكن ما كنتش متوقع من اساس او توصل للحجم الكبير ده انا من ومنكم اخدنا وقت كبير بس الحمد لله اللي احنا وصلنا اخينا اللي بقى عدد بنا هنفتحوا بقى دلوقتي بس اقربت الكلام للكلام بس صراحة جامت كده تحس حاجة فخمة يقول لك دلوقتي صوتك بيوصل للملايين انا مش بصدق نفسي انت تضحك علي طبعا كتبين اللي هم فخورين باللي انا بقدمه وكلامك والصوتك اللي بيوصل للملايين الناس وعطيني مثلا زي هدية بسيطة اللي هو الدرع يا شباب الدرع الدهبي لو كتبين كلام هنا كبير اوي كلام كبير اوي 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 كتب لي اللي انت ان شاء الله قناتك هتكبر اكتر من كده وان شاء الله هتوصل للعشرة مليون في اقرب وقت هاو ممكن نكون بعيد بس خليك فاكر الميت الف صراحة فداية البيت الف كانت صعبة 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 بعد كده ربنا الكرم بنص مليون وانتو شاباب بقى ما شاء الله عليكم والله بلايقاتكم وبدعمكم بعد كده هب وصلنا على المليون وبإذن الله نوصل للعشرة مليون وبعد كده بيقول لي كمل ابداعك كمل حلمك والله صح لو بطرنا نحلم ايه نموت لازم تحلم لازم تصدق نفسك والله بإذن الله هتوصل انا مكنتش مصدق نفسي ان انا في يوم من الايام اوصل للمليون وصلنا المليون وده يرجع لفضل حولها مرة تانية الفضل يرجع لربنا ثم اهلي ثم انتم لو لايكم والله ما كنت وصفت لحاجة هنا فيها دي فحب اشكركم جدا واسمعوا النصيح اللي قلتلكم عليها لان هي دي اللي وصلتني لنا فيه دلوقتي وخينا دلوقتي نفتح الدرق الاسطوري او بنطلعه استنى يا عم خلي بالك بقى ايوه ده احنا اتعبنا هارمنا عشان يا عم يوصل لنا استنى استنى ايوه انت اول حاجة تشوفوها ايوه ان ازل يا بلسيس يا السلام حاجة شكلها بقمة قولك مبروك يا بلسيس لوصولك لمليون مشترك عارفونا نحامل ماذا دلوقتي يا ردة فاني مموه مليون مشترك والله وعلى الراس من فوق زي الدرق الميت الف والله يا شباب ده مكانه الحقيقي شكرا اليكم شكرا لكل واحد بيعمل اللايك شكرا لكل واحد بينشر الفيديوهات وشكرا لكل واحد بيكتب تعليق علشان أبدأ أحسن من مستوى القناة يعني فيه حاجات مثلا بعيز زبطها إيه ده ده حاجتلي مناديل ده ولا إيه آه عشان البتائع ده عشان الرطوبة أنا فكرت مناديل يا عم قلت حاجات بقى إيه ده المهم شكرا لكم شجاب لدعمكم شكرا لكل حاجة بتعملوها ربنا هيساعدكم زي ما أساعدتوني وربنا يكرم كل واحد بيكتب تعليق جميل بيعمل لايك جميل بينشر الفيديو بيكتب تعليق إيجابي اللي هو يساعدك في تحسين القناة شكرا لكم من القلب أحلى بوسة من أول أسئيس والدرع ده بقى مش هقارف بقى بصراحة هحتاس كمان في اللي أنا أزبطه وأحطه عند الدرع الفضي شكرا لأها هدوق المصامير هنا وأزبط الحوار ربنا يا سهل إن شاء الله أزبطه طبعا عشان أنا حقف لحد دينا فالعجبك الفيديو ننسانقاش بقى باللايك وأتمنى أنكم تشتركوا معنا في القناة لسه جداد معنا لا تنساش لو بطلنا نحلم الفكرة هتموت وأشوفكم مرة جاء فيديو جديد معي ستيوب جيم جلا سلام